حازا سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على جائزة الروادي والمشاهير للشباب في الإعلام الاجتماعي وذلك في قمة رواد التواصل الاجتماعي والتي قيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من نادي دبي للصحفة منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جائزة الرواد والمشاهير الشباب في الإعلام الاجتماعي إلى سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولوبية البحرينية خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي وسمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان وزير الداخلية وينشط سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على المستوى العربي والعالمي على مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت منشوراته مصدرا مهما ومؤثرا للمعلومات في مختلف وسائل الإعلام بالإضافة إلى أنها شكلت الهاما مهما للشباب العربي والعالمي من أجل العمل في خدمة أوطانهم والارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وبهذه المناسبة أعرب سموه عن شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن راشد على إطلاقه ورعايته للجائزة الأمر الذي يؤكد بعد نظر سموه لما تحمله من أفكار ورؤى مبتكرة تؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعي باعتبارها باتت لغة العصر في العالم لما لها من القدرة الواسعة على التواصل والتحاور ونشر المعلومات وأعرب سموه عن سعادته بتحقيق هذه الجائزة المهمة مشيدا بالأهداف النبيلة التي تحملها والتي باتت تشكل منصة مهمة في منظومة العمل التقني والتي تجمع في مكان واحد المؤثرين والخبراء ومصادر التمويل لتشكل منصة للارتقاء بعمل هذه الوسائل وأوضح سموه أن مملكة البحرين وبقيادة جلالة عهد البلاد المفدة تعطي تنمية تقنيات الاتصال والمعلومات تهمية كبيرة الأمر الذي جعل في مصاف الدول متقدمة في تقريم خدمات الاتصال وهو ما اتضح جلية من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها المملكة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن العالم أضحى يسير بسرعة كبيرة والتقنيات تتطور بشكل كبير حتى بات العالم يتسابق في تصنيع مثل هذه التقنيات الهامة والتي تجعل من مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تطور مستمر وأشار سمو إلى همية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل وفق نهج متكامل وشامل عبر زيادة التأثير الإيجابي وتشجيع التفاعل البنى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحفيز على التفكير الإبداعي لتطوير القطاعات المختلفة في المجتمع وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجميع أصبح يتلقى الأخبار عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أكثر من الصحف اليومية والمجالات والقنوات التلفزيونية حيث أظهرت القنوات أهميتها للأخبار ونقل المعلومات كما أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعي في مقدمة الوسائل التي تحصل على أعلى نسب متابعة في العالم بل وأصبحت تفوق وسائل الإعلام التقليدية في نشر المعلومات الأمر الذي يؤكد أهميتها والتعامل معها بطريقة إيجابية لتعم الفائدة جميع مستخدميها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر